السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة التعليمية اليوم إن شاء الله سنتعرف على نموذج الفرد الأول الدورة الثانية يعني الأسدس الثاني إذن عندنا النموذج سوف نشتغل على هذا النموذج يتضمن نصا وأسئلة للفهم ويتضمن أيضا الصرف والتحويل والتراكيب والإملاء إذن بعد أن تشيبون على هذه الأسئلة إن شاء الله سنمر للتصحيح يعني يمكنكم عمل بوز للإجابة بكل تألن على هذه الأسئلة وبعد ذلك يمكنكم مشاهدة التصحيح في الفيديو إذن سنمروا إلى التصحيح إن شاء الله إذن بعد قراءة متألنة للنص قراءتين أو ثلاث قراءات نمر إلى الأسئلة غالبا نجد في أول أسئلة أشكل ومن الأفضل أن نترك الإجابة عن هذا السؤال إلى آخر إلى آخر الإجابة عن باقي الأسئلة لكي نفهم النص جيداً أضع عنوان مناسب للنص أي عنوان عنده علاقة بالنص فهو مقبول الرافعة العمل المجد العامل أو سعيد فأي عنوان عنده علاقة بالنص فهو مقبول أشرح قيد الظاهرة وهو وقت الظهر موارباً يعني باب موارباً قديم ومتهالك أبحث في النص عن أدداد عندما أجد في السؤال أبحث في النص أو يستخرج من النص يعني سوف أبحث في النص مهتماً متجاهلاً عبسة مبتسماً السؤال الخمسة كان الجو حاراً في قيد الظاهرة ورد في النص أن العامل أن سعيد وصديقه اتجه إلى ورشة البناء في قيد الظاهرة ما المشهد الذي أثر انتباه السارد؟ وهو مشهد العامل الذي يجلس أمام عدة مقابض أضع علامة الطاقة الكهرامائية هي حركة المياه متساقطة باستمرار أيضاً النص هو عبارة عن قصة فالسارد هنا يحكي الفكرة العامة يتحدث النص عن قصة شابين قاما بزيارة ورشة بناء سد وما شهده خلال هذه الزيارة الصرف وتحويل إذن الفعل هو فتح اسم المفعول مفتوح أتقن اسم الفاعل متقن ومتقون ومتقن عفواً لأنه روباعي الفعل هو علم معلم معلم مؤلف اسم الفاعل الفعل هو ألف السوق اسم الزمان والمكان عندنا هنا التقى ملتقن استقر مستقر نزل نزل أو منزل سقط مسقط السوق اسم الزمان السوق اسم الزمان أو المكان من الفعل عندنا مغيب فعلها غابة أيضاً زرع دخل وشرق جرى استقر نحول إلى المثنى تملك المدينتان الذكيتان نظامين متطورين أيضاً اشترت عائشته هاتفان محمولان يعتز المدرسون بالأطفال المتفوقين المدرسون هنا فاعل لذلك كتبناه بالواو كان الزائرون مصرورين كان ناسخ فعلي الزائرون اسمها يكون مرفوع ورفع جمع المذكر السليم يكون بالواو مصرورين مرفوع أفو المنصوب وعلامة نصبه ألياء لأنه جمع المذكر السليم أعين هنا ونعين المؤنة هو موقعه الإعرابي إذن اسم جمع المؤنة السليم الوالدات هنا جاءت فاعل المتعلمات مبتدى ويسعى المغرب إلى تطوير الطاقات الطاقات هنا جاءت مضاف إليه الطاقات مضاف إليه الإعراب يغذي البترول الصناعات المختلفة يغذي فعل مضارع مرفوع على مترفعه الضم الظاهرة التي منع من ظهورها الثقل البترول فاعل مرفوع على مترفعه الضم الظاهرة على أخره الصناعات مفعول به منصوب بالكسر النائب عن الفتحة لأنه جمع مؤنة سالم المختلفة ناعت لتابع لمنعوته في الجر أحول إلى الجمع للمتصابق الفائزين ميدالية للمتصابقين الفائزين ميداليات أيضاً على و المرعى كما قلنا عصى فسنكتبها بالألف الممدودة أصحح هذه الكلمات عندنا هذه وعمر تكتب بالواو التي بلا مواحدة إله بدون ألف أولئك كما تلاحظون ساعدوا فهنا الجمع نضيف لها الألف وبالتوفيق لكم إن شاء الله وشكراً على مشاهدتكم ولا تنسوا الاشتراك بقناتنا وتشجيعنا إن شاء الله وبالتوفيق